لا طبيب لا علاج صيدلي ما ينطن غير البراسيتول بهذه الكلمات تلخص هذه المرأة العراقية الواقع الصحي في العراق واقع قال مواطنون إنه مزرم بكل المقاييس لا سيما مستشفيات القطاع الحكومي اذ تخلوا مستشفيات عراق اليوم من معظم الأدوية واللقاحات الأساسية إضافة إلى العلاجات النوعية وما هو متوفر فيكون باهض الثمن يعجز أغلب المرضى عن دفع تكاليفه بالمستشفيات ماكو علاج نهائيا اهتمام بالمراجع ماكو نهائيا الاهتمام عتم فقط بالعيادات الخاصة قبل العلاج ما تأخذ من البر عسل العلاج ماكو علاج ما يكتب لكيات من الخارج أحد المرضى لم يستثني أي من وزراء الصحة في الحكومات المتعاقبة من تهمة الفساد المالي والإداري والاتجار بمصير المرضى وزير صحة الجيشريف حكم وزارة الصحة من بعد 2003 مستشفيات تعبانة، أدوية ماكو، مستشفيات متهالكة، فساد دمرها، بوق ونهب حتى بصحة المريض تاجر وزراء الصحة وما بين شح العلاجات الضرورية والإهمال والفساد الحكوميين يقع هذا الطفل المصاب بالصرع ضحية للأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية هذا أدي مرض، أدي صرع، أروح للمستشفيات وأتعب وأركض يطوني بس شراب ديفاكين، هو يضرب أبرة، ليس شراب ديفاكين، ديفاكين موان، الأبرة أبرتها بـ 25 أليل من عدم التشنيجات وهذا كل ما متوفر بالمستشفيات استمرار تدهور القطاع الصحي في العراق لم يعد أمرا مستغربا فما خصص لهذا القطاع في موازنة العام الحالي لم يتجاوز 5% من أموال الموازنة وهي لا تغطي وفقا لمسؤولين في وزارة الصحة حتى 25% من حاجة هذا القطاع المتهالك أما بالنسبة لمصير موازنات وزارة الصحة بعد عام 2003 وحتى اليوم فلا يعلم أحد أين ذهبت باستثناء الأحزاب الحاكمة في العراق